النهاردة السنغال كسبة جنبيا 3 صفر بابي جي سجل هدف الاول في الديه اربعة بعد كده سنائية ليه لمين كامارا في الديه اتنين وخمسين لمين كامارا سجل هدفين اللي هدف تاني جيه في الديه اتنين وخمسين مش هينفع الهدفين يجو في الديه اتنين وخمسين لمين كامارا سجل هدف في الديه اتنين وخمسين وهدف تاني بعد كده لمين كامارا هو اللي تولى المهم النهار لمين كامارا بدأ حكايته حكاية حكايته حكاية لامين كامارا ده لعب عنده عشرين سنة مبدئيا كده لامين كامارا أفضل لعب شاب في قارة أفريقيا الفين تلاتة وعشرين خدت جايزة من الكاف أفضل لعب شاب أب لاهب سنة كان واخد كأس الأمم الأفريقية تحت عشرين سنة مع المنتخب السنغالي واللاعب ليه حكاية حلوة ليه حكاية تفهمك ليه السنغال كل شوية تطلع لك لعب جمد قوي يا ده لعب عنده عشرين سنة بيلعب في ميدز الفرنسي وميدز الفرنسي دي ليه حكاية برضو حكاية لا أحكي لك كل حي أحكي لك الحدوتة عشان تشوف الحدوتة إزاي معبرة وتخليك تفهم أنه ما فيش حاجة بالصدفة تحديدا السنغال في دول أفريقيا الصمراء تحديدا ما بيعملوش حاجة بهزاس حكاية إيه بقى راجل ده هو صغير زينا كلنا يعني كان بيلعب في الشارع وراح لولده قال له أنا عايز ألعب كورة لو سمحت يا بابا أنا عايز ألعب كورة قال له لا قابل احنا ما عندناش فلوس نوديك لأندية والأكاديميات ونصرف عليك ودي صورة هي من الحكاية يعني ما عندناش فلوس نصرف عليك ونكلف وبتاع خليك مركز في دراستك عشان تصرف على أسرتك لما تتعلم كويس فالراجل ما سمعش الوالده اللي هو مين لامين كمارة راح نزل هرم المدرسة وبقى يلعب في الشارع وحتى لما بيخلص لعب في الشارع من كتر شغفه في الكورة كان بيروح يلعب بليستيشن بعد ما بيلعب كورة حقيقية بيلعب كورة برضو بالبيليستيشن ليه؟ هو متين بالكورة هو عايش الكورة هو كل حاجة في الكورة مم هو بيلعب في الشارع حد شافه كده من نادي اسمه كاسا سبورت الراجل بتاعكيس بورت ده قال له لا يا ل dissemin تلازل تلعب في نادي قال له هروح العب معك قال له اه تعالى معي هتلعب معي في النادي بعدها راح النادي دوت ودى لامين كامارا لأكاديمية مشهورة جدا حضرتك عرفتها كويس قوي اسمها جينراسيون فوت دي الأكاديمية اللي طلعت ساد يومانيو طلعت عدد كبير من اللعبين العزماء في السنغال فراحوا ودوه لأكاديمية الأكاديمية عندها توقمة مع نادي ميتس الفرنسي راحوا اتفقوا مع النادي الأول قبل ما اروح الاتفاق بتاع النادي الأكاديمية دي يا جماعة مش بتعلم كرة وبس اشتباه فين بضرح حضرتك مش بتخليك تعرف تلعب كرة وبس لا دي بتشتغل على عقلية اللاعب تشتغل على أموره الزهنية والنفسية والمعنوية فبتآهله لفكرة الاحتراف مش بس بتشتغل على رجليه بتشتغل على عقله كمان المهم الراجل راح ميتس الفرنسي هو عنده 19 سنة لعب معاهم اساسي على طول ولعب مع المنتخب السنغالي في كأس الأفريقية تحت 20 سنة وخد معاهم البطولة هو عنده 19 سنة بس كده لا احكي لك حكاية برضو زريفة عشان تعرف اللاعب ده عمالي يتكون ازاي اللي بيدرب اللاعب ده ده الوقت في ميتس الفرنسي واحد اسمه لسازولو بولوني الراجل ده مين الراجل ده اللي كان بيدرب سبورتينج لشبونة وكريستيانو طالع هو اللي طالع كريستيانو نالدو هو اللي اشتغل على كريستيانو نالدو فالراجل بقى بولوني دوت عشان مؤمن جدا بكمارا مؤمن بيه جدا وعارف قديم كانياته كبيرة بيديله دايما مع ميتس الفرنسي سواء اساسي او بينزل كبديل في كل المباريات يعني انت جاهز مش معندكش اصابة انت كده كده هتلعب سواء اساسي او هنزلك من عدك والراجل بيقول عنه دايما انه هيبقى واحد من افضل اللاعبين في العالم مين هو لا مين كمارا اللي سجل النهاردة هدفين مع منتخب السنغال وهو عنده عشرين سنة وخد افضل لاعب في المباراة عشرين سنة النهاردة بيقود منتخب بلاده للفوز باول مباراة في كأس الامم الافريقية عشرين سنة ومحترف في الدور الفرنسي عشرين سنة وبيدربه المدرب اللي كان بيدرب كريستيانو رنالدو عشرين سنة من هو صغير وبيلعب كرة في الشارع في حد عنده امانة في السنغال خده وقال له تعالى يا ابن نلعب معنا في النادي انت هتبقى لعيب كبير والشخص اللي عنده امانة وخده النادي ولقى لعيب كبير رح وداه لأكاديمية جنرسيون فود اللي هي بتطلع المواهب وبتشتغل على المواهب بشكل رائع جدا مقالش لا ده بتاعنا ده بتاع النادي روح يا حبيبي الأكاديمية ودول هيودوك في حتة تانية هو ده لامين كمارا اللعب العظيم اللي هيبقى عظيم يعني اللعب المبشر جدا في المنتخب السنغالي دلوقتي طيب ليه بقى عم كريم جايب لنا الحكاية دي مش هقولك فكر فيها لوحدك الشر علشان انت عارف قصدي علشان انت عارف قصدي سهلة وبسيطة بس اللي يفكر فيها طيب علشان انت عارف قصدي